السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من بردماجكم ستوديو الياربوك والبداية مع الشأن المحلي بالأمس كانت هناك تصريحات لوزير الصحة دكتور نذري عبدات قال فيها بأن التجمعات الانتخابية التي يعقدها المرشحون يعني يتجمع فيها المواطنون ولا يلتزمون فيها بإجراءات السلامة وبالتالي هذا ما يفسر ارتفاع أعداد الإصابات وتوقع أنه مع نهاية شهر أو مع بداية شهر 12 تنخفض هذه الأعداد مع أنه إذا وصلنا إلى انخفاض مستوى الأعداد هذا لا يعني بأنه الوباء قد انتهى طيب يعني إذا كانت التجمعات الانتخابية كما تقولون هي السبب في ارتفاع هذه الأعداد لماذا الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها الأمر الثاني أيضا كان في تصريحات لدكتور إبراهيم لبدور رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان بيحكي فيها أنه تسجيل 6000 حالة من الإصابات يوميا يعني إحنا بنتكلم بالشهر تقريبا 18000 حالة أو عفوا 180000 حالة وبالتالي العدد الحقيقي بندك تضربه بعشرة بيطلع عندي 1.800.000 حالة يعني خلال 6 شهور سوف يكون كل الأردن مصابا بكورونا طبعا هذا بحسب كلامه وهذا للحقيقة أنه يتوافق مع نسبة النتائج الإيجابية من إجمالي عدد الفحوصات الحكومة بتتكلم أنه كل 100 يتم لهم الفحص بيطلع فيه منهم 18 واحد تقريبا مصابين بكورونا قبل أيام كنا كل 100 يطلع منهم 14 يعني العدد في ازدياد ومنحنا الإصابات في ارتفاع وبدل ما يعمل على تسطيحه الخفاض بالرغم من أنهم مددوا الحظر الليلي وعملوا إجراءات ما زال العدد في ارتفاع للحقيقة أيضا في تساؤلات كثيرة يطرحها المواطنون تضارب التصريحات الحكومية في وقت بقولك بأنه ما في حظر ثم بعد يومين تطلع الحكومة وتعلن عن حظر في وقت بيجي وزير الصحة بقولك الأمور تسير نحو المجهول بعدين بتصير ضج على مواقع التواصل الاجتماعي بيطلعوا بنفو هذا التصريح وبقولك في مؤتمر صحفي خير بعد يومين بأنه لا البنية الصحية جيدة كذلك مسؤول في وزارة الصحة يقول بأنه سوف نعمل على تأمين لقاحات كورونا خلال بداية العام وهو أصلا ما زالت التجارب السريرية في مرحلة أولى وثانية والشركات العالمية قد تصل إلى مرحلة الثانية ثم تتعثر نتيجة بعض المضاعفات التي تظهر على اللي بيجروا عليهم الفحوصات وإحنا أصلا حتى هذه اللحظة في عنا أيضا بالتصريحات الرسمية مشكلة في لقاح الإنفلونزا طب إذا إحنا لقاح الإنفلونزا العادي الموسمي غير قادرين على تأمينه كيف تتكلم الحكومة عن تأمين لقاح الكورونا الذي لم تنتج الشركات العالمية حتى هذه اللحظة تضارب التصريحات هذا ربما أنه يكون حل بوقف التصريحات من قبل أعضاء لجنة الأوباء ما في داعي جميعهم يصرحون ما في داعي بأنه كل مسؤولين الحكومين يصرحون حول الوضع الوبائي ضبط التصريحات لابد أن تعمل عليه الحكومة حتى لا يشعر المواطن بحالة منها الضياء هذا على المستوى الصحي أيضا على المستوى القطاعات المتضررة اقتصاديا في بداية الجائحة كنا نتكلم عن 32 قطاع عفوا 16 قطاع الآن صاروا 32 قطاع والمراقبين بقولك أنه يعني إذا بدنا نستثني تسهيلات البنك المركزي الحكومة لم تقدم للمتضررين من الجائحة أي تسهيلات أخرى أو أي برامج دعم مالي وإداري يمكن من خلالها أنه يتخطوا الأزمة ليش هذه يعني الربكة في حالة من الربكة في التعاطي الحكومي حتى على المستوى الصحي على المستوى الاقتصادي التعليم عن بعد ملف التعليم عن بعد هناك شكاوى كثيرة من المواطنين والمركز الوطني لحقوق الإنسان أصدر بيان يدعو فيه الحكومة لعادة النظر في سياسة التعليم عن بعد ويتحدث بأنه كثير من الطلبة لا تتوفر له متطلبات التكنولوجيا الحديثة وما زالت الحكومة مسرة على مسألة التعليم عن بعد طبعا هو مش مشكلة فقط في التعليم عن بعد أنت لا تطلع حلولا كيف يمكن لطالب أنه لا يمتلك جهاز لابتوب أنه يتابع التعليم عن بعد كيف لطالب فيش عدو إنترنت بسرعات عالية يتابع التعليم عن بعد هذه المسائل المهمة الأمر الآخر شهود عيان بتحدثوا عن أنه بعض الناس صار يعقد في بيوته ويأخذ الطلبة وبأعداد كبيرة وبلا ضوابط صحية ويعقدون حلقات للدروس هذه بؤر كيف تتعاطى الحكومة مع هذه المسائل على المستوى الصحي في مشكلة على ملف التعليم عن بعد في مشكلة على المستوى الاقتصادي في مشكلة وحتى هذه اللحظة لا نرى أي حلول تقدمها الحكومة عدد من الملفات سوف يكون معنا في هذه الحلقة فابقوا معنا